طيران التحالف الدولي والذي يعد على ضوء المعطيات الحالية المساندة الأكبر لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد تنظيم الدولة استهدف اليوم مدخل سد الفرات بريف محافظة الرقى الغربية بعدة غارات جوية كتمهيد لدخول قوات قصد مرحلة السيطرة على مدينة الطبقاء الاستراتيجية المحاذية للسد ضمن المرحلة الثانية من معركة غضب الفرات التي بدأت في العاشر من شهر يأكانون الأول المنصرم لكن هذا الهجوم للتحالف دفع بناشطين في محافظة الرقى للتخوف الكبير مما غبت استمرار التحالف الدولية في استهداف القرى والبلدات المحيطة بسد الفرات والذي تطور لسهداف مدخل السد الرئيس حيث سيؤثر هذا القص بشكل أو بآخر في بنية السد التي تحتجز مليارات الأمتار من الماء ويعد سد الفرات من أهم المعالم في سوريا ويوفر بحيرة تحوي قرابة 14 مليار متر مكعب من الماء بطول 80 كم وعرض 8 كم كما يبلغ طول السد قرابة 4 كم بارتفاع يصل لـ 60 متر وفي حال تصدع هذا السد أو انهارت أجزاء منه نتيجة القصف المتواصل عليها فقد يتحول لسيل جارف يأكل كل ما في طريقه على مسافات كبيرة قد تصل لمحافظة ديرزور وحذر النشطون في الرقة من مغبة مواصلة طيران التحالف استهداف المناطق المحاذية للسد أو استهداف بنية السد الرئيسة محملين قوات قصد والتحالف الدولي المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بهذا المعالم المهم والحيوي لمنطقة الجزيرة العربية في شمال شرق سوريا بحجة مكافحة الإرهاب وكانت شهدت بلدات وقراري في محافظة الرقة الغربية معارك عنيفة بين قوات قصد المدعومة جوا من التحالف الدولي وبين عناصر تنظيم الدولة ضمن ما اسمته قصد معركة غضب الفراتة التي بدأت في تشرين الأول من العام الماضي بمرحلتها الأولى في الريف الشمالي للرقة وتابعته بمرحلة ثانية في الريف الغربي للمدينة بهدف عزها تمهيدا لدخولها اشتركوا في القناة